هنا لندن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية تكاد تخنقني العبرات وأنا أستعد لتقديم هذه الحلقة الخاصة من بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي والتي سنخصصها للحديث عن رحيل علم من أعلام بي بي سي وإذاعتها تحديدا الأستاذ محمود المسلمين هذا بودكاست يستحق الانتباه وأنا محمود الشيخ أدى حدث اليوم إلى عدد من الزملاء الذين عاصروا الأستاذ محمود المسلمي وعرفوه عن قرب الأستاذ محمود لم يكن فقط مجرد زميل لهم كان صديقا كان أخا وقد عرفوه عن قرب عندما أقول عرفوه عن قرب هم عرفوا حياته الشخصية عرفوا دماتة أخلاقه عرفوا لطافته وتوضعها الذي أجمع عليه الجميع معي اليوم الأستاذ صفاء فيصل الزميلة الإعلامية في بي بي سي الأستاذ عادل سليمان الزميل الإعلامي أيضا والمدير السابق لإداعة بي بي سي العربية وأيضا أستاذ خليل فهمي الإعلامي في بي بي سي وأيضا ممن عاصروا الأستاذ محمود المسلمي وهو الآن في القاهرة وكان رضحا من الزمن هنا في لندن أيضا مرحبا بكم جميعا دعيني أبدأ معك أستاذ صفاء فيصل رحيل الأستاذ محمود المسلمي تركب حتما أثره عليك وأرى دموه في عينيك وتغالبينها ما الذي يعنيه لك محمود المسلمي؟ الحقيقة رحيل محمود بالنسبة لي كان خبرا صادما صحيح ربما لأني قبل أيام كنت على تواصل معه وكان بيننا وعد بلقاء لكن نقول هذه هي الحياة محمود بالنسبة لجيل التسعينات الذي أنتم إليه هو الأستاذ والمعلم والأب الروحي عندما التحقت بإذاعة بي بي سي تلقفني محمود بالرعاية والتدريب والعناية أيضا الشخصية يعني محمود عندما تلتقي به ليس أستاذا إذاعيا فحسب إنما هو أستاذ في الحياة كان دائما يعني يؤمن بأن الإذاعة هي يعني حياة الإنسان تعلمت على يديه الكثير حقيقة هو كان أستاذا كبيرا ورائعا ومعلما قديرا وكان دائما يعني يقول لي أنت بنتي الإذاعية وهذا شرف حقيقي ودائما ما كنت أذكر ذلك لأن محمود لا يعلمك فقط كيف تلفظ أو كيف تقرأ أو كيف لا هو يعلمك الشغف لهذه المهنة الحب الجم لمايكروفون الإذاعة وكيف تكتب للإذاعة وهذا فن رفيع وراقي يعني هناك إذاعيين كبار وأسماء لامعة ولكن محمود يتميز بأنه يعرف كيف يعلم هذه المهنة للأجار يعني كل ما ذكرته يعني أنا لا أستطيع أن أضيف عليه شيئا لأنه تماما كما وصفته كان دائما العطاء لكل من عرفه سواء كان من العاملين في هذا الحقل أو من المبتدئين حتى في هذا العمل ولا يبخل عليهم مع اسمه الكبير أبدا وكان يعني متواضعا تواضع جم حقيقة ويعني أتذكر أنه كان دائما يخلط هذه الرحلة التعليمية بالمسح والهزار كان لطيفا جدا وكان حاضر النكتة ولازم نستخدم إفريهات كما يقال ودعاباته يعني دائما صحيح صحيح أستاذ خليل مرحبا بك وعزائي لك أيضا في رحيل أستاذ محمود المسلمي يعني ربما السؤال الواضح ما الذي يعنيه محمود المسلمي ما الذي يعنيه رحيله الآن عن دنيانا يعني لعلك لمست وطر مهم جدا وأستاذ محمود في كلمة الآن محمود كانت الإذاعة في دمه من أول يوم حتى آخر نفس لم نسمع عن محمود أنه مرض أو رقد يعني كنت أبحث عن محمود يوم أمس الأول فقط في اليوم العالمي للإذاعة لم يغب محمود طوال هذه السنين عرفته لأكثر من 31 أو 32 عاما بالتحديد منذ التحق في بي بي سي في لندن وكان محمود هو الشرف الذي قدمه محمود سلطان الإعلامي الكبير الراحل رحمه الله لبي بي سي وكان قادما من الإذاعة العمانية كان نجما في الإذاعة العمانية وقدمه محمود سلطان لبي بي سي ورحبت به بي بي سي على الرحب والساعة لأن محمود سلطان عمل عاما في فترة أزمة العراق الكويت 90-91 ثم غادر وترك محمود المسلمي للبي بي سي فكان محمود المسلمي دخوله للبي بي سي أنا لمست لما وصلت البي بي سي بعدها ولمست كم مهني هذا الإنسان الإذاعة في دمه في روحه فليس بمستغرب الأقدار أقدار الله ولكن أن يأتي موته مراشرة عقب اليوم العالمي للإذاعة بيوم واحد هذه علامة الحقيقة تستحق التوقف أنا أشكرك جزيلا الشكر لمشاركة هذه الذكريات وكما ترى معي روح الأستاذ محمود تطقى على الحوار روح الدماثة اللطافة دائما حاضرة هنا الأستاذ عادل سليمان الذي عاصر أيضا الأستاذ محمود المسلمي لفترة طويلة زميلا وأيضا مديرا لاحقا للإذاعة بي بي سي الذين نتشرف جميعا أو تشرفنا بالعمل فيها لك أيضا وقفات كثيرة مع الأستاذ محمود المسلمي وعزيك بداية وأود أن أستمع منك وأنت الذي عرفته وخبرته عنك يعني نعزي أنفسنا محمود ونعزي كل المستمعين وكل أحباء وأصدقاء وتلاميذة محمود المسلمي يعني صدمة الخبر عندما تلقيته انفتحت على ذكريات عديدة انهمرت علي لحظات أشتهى مع محمود المسلمي أذكر بعضها الآن عندما عدنا مرة ثانية للسودان لعام 2020 بعد أن أغلقت المحطات الـ FM في عهد البشير وبعد انهيار نظام البشير افتتحت محطة FM في الخرطوم وقررنا كإذاعة أن نذهب إلى السودان وأن نحتفي بهذا الافتتاح وأن نفكر ما الذي يمكن أن نقدمه للمستمعين في السودان ونفكر أيضا من من الممكن أن يذهب معنا في هذه الرحلة طبعا محمود أحد كبار نجوم الإذاعة وأحد أشهر أسماءها وأكثر المذيعين تواصلا مع مستمعين من خلال عودة برنامجة همزة وصل فاستحق محمود وبعض الزملاء احتفالا بعودة واحدة من الـ FM إلى الخرطوم وكان اختيارا موفقا أن محمود قوبله هناك بترحاب شديد بحب شديد من كل من لقوه وانتشر الخبر وجود وفد من بي بي سي ووجود محمود المسلمي وتهافت الناس على الفندق حيث نقيم للترحيب بنا وسلام على محمود طبعا عندما تقول السودان كان أكثر مستمعي إذاعتنا من السودان بالتالي لهذا المكان أهمية بالغة نعم نعم فكنا نستطيع بهالة محمود وبحضوري وبمحبة الناس له وهذا الاحتفاء الكبير هذه واحدة أيضا عندما قررت الإذاعة أن تعيد بعض برامجها المتنوعة بعد أن ظلت لفترة تركز على الأخبار وقررنا عودة بعض البرامج القديمة ومنها همزة وصل وكانت هي النافذة ليس فقط بين محمود ومستمعي ولكن بين الإذاعة بشكل عام وكل مستمعيها محمود إضافة إلى صوت العذب الرخيم الجميل كان يمتلك طاقة كما ذكرت صفاء وخليل طاقة شبابية لا تنظر العزاء أن ما قدمه محمود خلال سنوات عمله وهي سنوات طويلة ليست فقط في بي بي سي ولكن في مصر وفي عمان وفي غيرها سوف يبقى وسيبقى معه هذا الصوت الرخيم العزب وستبقى معه هذه الصلة التي بناها مع مجتمعيه ومحبيه إلى ما شاء الله كما يقال هذا من الأعمال التي قدمها يقال يبقى زمانا مع صاحبه وصاحب الخط تحت الترب مدفون فعلا أشرت إلى هذه النقاط لكن أود قبل أن تتابع أستاذ عادل طالما عارجنا على موضوع همزة وصل الهمزة التي قطعت اليوم بوفاة الأستاذ محمود المسلمي نود أن نستمع إلى مقطع من هذا البرنامج الشهير على راديو بي بي سي همزة وصل لقاؤنا همزة تصل بيننا وبينكم تجمعنا عبر أثير الصداقة والمحبة فمعا معا نصنع هذا اللقاء همزة وصل بينكم وبيني محمود المسلمي أستاذ صفاء علاقة الأستاذ محمود كما سمعنا برنامج همزة وصل كان برنامجا يعطي شخصيته الحقيقية شخصية الإنسان المحب للتعارف للتواصل للتقارب مع الجميع صحيح يعني ما الذي كان يمثله لك هذا البرنامج كمستمع أيضا وكإداعية هو بالفعل هو يعني اسم على مسمة همزة وصل وهو تخير هذا الاسم تحديدا لأنه شعر أنه يعني يود أن يمد الصلة ما بين هذا يعني الإذاعي الفاث مع كل محبي بي بي سي ويعني أود أن أقول أيضا أن يعني تميز الأستاذ محمود المسلمي رحمة الله عليه في أنه مدرسة إذاعية متكاملة عندما تستمع إلى محمود المسلمي في نشرة الأخبار هو يقول بصوت هادئ يتحدث لكل مستمع كأنه صديق يجلس بجنبه أو بجواره يتحدث إليه كما نقول في فن الإذاعي الربور هذه الصلة التي لتنقطع الرابط مع المستمع وكان دايما يقولي يصفاء تخيلي أنك تتحدثين إلى شخص تدخلي كل بيت وتتحدثي إلى كل هذه في النشرة في البرامج مثلا الإخبارية أيضا هناك الأثورتي هناك الصوت القوي الحضور الفذ وفي المقابل البرامج المنوعة كما ذكر الأستاذ خليل يعني عنده علوم يعني وفرة عنده قراءة اطلاع كتابة إذاعية رصينة حتى وإن لم يكن يحضر لكن عنده كان هذه المهارة في الأداء الإذاعي الفذ أود يعني أن تطلعنا بحكم أيضا خبرتك أساعد عادل ومعرفتك بالأرقام التي كانت ترد عن مستمعي هذا البرنامج كيف كانت صلة محمود المسلمي بمستمعي يعني هذا البرنامج كان محمود حريص جدا على عودتي واستمراره كانت لي رؤية مختلفة في أن يكون هذا البرنامج نافذة وصلها بين الإذاعة وبرامجها وبين المستمعين لكن محمود وسع من هذه الرؤية بحيث أصبح هذا البرنامج ندوة أو منتدى لكل المستمعين على اختلاف مشاربهم واهتمامتهم وكنت أستمع إليه وأعقب بعد استماع إليه أقول له محمود لماذا لا نعود إلى البرامج لكن محمود كان دائما حريص على أن تكون صلة بالناس مباشرة حتى خارج إطار البرامج وعلاقة الناس بها وتعليقتهم وعلى ما يسمعونه فأصبح هذا البرنامج نافذة اسبوعية بين محمود وبين الإذاعة وبين المستمعين وندوة للشعر ويعرج فيها على الأدب وأيضا تغلب عليه روح المرحة يطفيها على كل البرنامج فخففت قليلا من رؤيتي لما يجب أن تكون عليه هذه النافذة وتركت محمود يفعل ما يشاء لأن محمود عنده هذه السلاسة نعم عنده هذه السلاسة أو الطبيعية في التواصل مع الناس ومع المستمعين وبشكل شخصي عندما أذهب إلى أي مكان ويعرفون أنني أنتم إلى البي بي سي من أول الأسماء التي تذكر للسلام عليها محمود المسلم أين كنت كلمة سريعة ربما لا يعلم المستمعون أن عندما أغلق الراديو في يناير في 27 يناير العام الماضي لم يكن محمود ضمن العاملين في الإذاعة كان قد ترك قبل ذلك بشهور وتركت لنا مهمة أن نختم الإذاعة في آخر نشرة وفكرت كثيراً ما الذي يمكن أن نقوله في آخر كلمة ومن ممكن أن يقول هذه الكلمة وكان الخيار طبيعياً رغم أن المحمود لم يكن ضمن فريق الإذاعة العاملين في ذلك الوقت المحمود المسلمي هو من يجب علي أن يلقي الكلمة الأخيرة احتفاءاً بـ 85 عاماً من عمر الإذاعة وطلبت المحمود أن يصير كلمة وتكون هذه الكلمة جامعة لكل هذا التاريخ وصاغها محمود بحرفية وبمهارة وبشعرية وبكل إحساس أتذكر منها الآتي وهو يجوز أيضاً أن نقوله على محمود في هذه اللحظات ماذا قال محمود في ختام آخر نشرة في ختام 85 عاماً من عمر البي بي سي قال محمود وقبل أن تأتي اللحظة الصعبة وهي صعبة علينا جميعاً دعونا نجعلها لحظة احتفاء وتقدير واعتزاز احتفاء بما قدمته إذاعتنا بما قدمه محمود من عطاء وإرث نفخر به جميعاً وأيضاً بمن ساهموا في هذه المسيرة الحافلة الباقية مهما مر الزمن نتذكر بكل الاعتزاز والتقدير كل من رحلوا عن عالمنا والصحة والعافية لرفقاء المشوار لا نقول وداعاً محمود بل ننتظرك على منصات بي بي سي عربي حيث سيبقى صوتك صادحاً ماذا أمت بي سي رحمه الله اسمحي طبعاً سأعطي الكلام لك أستاذ صفاء وأيضاً أستاذ خليل أيضاً لتقولي كلمة وداعية يعني أولاً الكلام عن محمود لا يمكن أن ينتهي هو صديق وأب روحي وزميل وعشرة عمر ولكن يعني أنا أود أيضاً أنا أتقدم بالتعازي للصديقة العزيزة عزة زفتاوية الإعلمية الرائعة التي رفقت محمود على مدى هذه السنوات الطويلة وكانت دوماً خير عون له يتذكر الكثيرون وهذا خارج ميكروفون الإزاعة كيف وقفت عزة الزفتاوي بجانب محمود المسلمي وهو يقول وداعاً للمستمعين الكثيرين ملايين المستمعين يعني وأيضاً لأولاده بالمناسبة ابنته الكبيرة اسمها عزة من حبه لعزة وأشرقت ومصطفى يعني تقدم لهم بخالص العزاء حقيقة ونحن أيضاً تقدم لهم أنا كنت سجلت لقاءاً مع الأستاذ عزة الزفتاوي يعني سنستمع إليه الآن وتحدثت فيه يعني بنفس الطريقة التي تتحدثين فيها الآن عن مدى ارتباطها وحبها لأستاذ محمود نستمع إلى هذا اللقاء محمود المسلمي هو عاشق الحياة عاشق المايكروفون فارس الكلمة المسموعة طبعاً يعني أنا الظروف صعبة وحيطك عارف أدي الفاجعة كبيرة عليك زوجته جميعاً وهو كان رفيق الضرب والمشوار وعلى أولاده أيضاً وأنا يعني لم أبخل ولا مدتش أقول لا الحياة لما توصلت معايا لأني أعلم مدى حبه لمايكروفون البي بي سي العربية بيته الأول دائماً كان يسميه البيت وهو بالفعل وهو أمضى فيه يعني جزء كبير من مسيرة استمرت من العطاء الإزاعي والمهنية والأستاذية على مدى أكثر من خمسين عاماً أمضى في البي بي سي العربية حوالي 33 سنة فجزء كبير جداً يعني من مشوار حياته كان في هذا الصرح الإعلامي الكبير يعني رغم كل هذه الظروف أنا أول مرة أتحدث عن محمود المسلم وهو ليس أمامي جسدياً ولكنه موجود بروحه بعطاءه بمهنيته بحب زميله ورفاق ضربه وأيضاً مستمعينه في كل مكان ليس في المنطقة العربية ولكن على مستوى العالم كله أنا كنت من المعجبين بصوت محمود المسلم عندما عمل في إذاعة صوت العرب هو بدأ العمل عام 1975 وبدأ بالفعل بعد تخرجه من كلية التجارة بجامعة الزقزيق على العمل الإذاعي وكان علامة من علامات المايكروفون في ذلك الوقت وحتى رحيله وأنا كنت كمستمعة لإذاعة صوت العرب كنت معجبة جداً بصوت محمود المسلم وبشخصيته أمام المايكروفون حتى في المنزل كل أحدثنا كانت لا تخلو من الحديث عن العمل الإذاعي عن المايكروفون عن عشقه للبرامج وقراءة النشرات وتقديم الفترات الإخبارية كان صادقاً في تعبيره عندما يقول على المايكروفون وهو عاشق للمايكروفون هذه القطعة قطعة الحديدة كما كان يقول هي قطعة إذا صادقتها من الصداقة وصاحبتها ويعني تعملت معها بمنتهى الأمانة والصدق تستطيع أن تقدم لك أسرارها أيضاً من الأسماء التي رافقت الأساد محمود المسلم في مسيرته في راديو بي بي سي الأساد علي أسعد المذيع والإعلامي الكبير وقد تحدثت إليه أيضاً وكان يغالب دموعه في الواقع وهو يكلمني عن زميلي ضربه الأستاذ محمود المسلمي وقال لي أنه كان قبل أيام يعني يرسل إليه بعض النكات يعني كما كان وكلاهما من محبي الدعابة دعابة وأصحاب الروح المريحة ليستمع إلى ما قاله الأستاذ علي محمود حاجات كثيرة في عجالة صعب أني أختصر تاريخ من النكتة والطرفة والمعلومة والعمل سوية أنا والأستاذ محمود الله يرحمه علاقتي بالأستاذ محمود علاقة يعني لغاية أول مبارح كنت أنا ببعت له ستيكرز يعني ستيكرز مليئة بالنكتة مليئة بالحدوتة مليئة بالذكريات مليئة بهمزة الوصل أنا كنت من داعي به همزة الوصل همزة وصل محمود المسلمي كانت جميلة من حبي لمحمود أنا أدمت السياسة بين السائل والمجيب وكنت حريص أنه إشارة البرنامج تكون بصوت محمود المسلمي صوت الأستاذ محمود صوت مثقف أنا مش عاوز صوت مزيكة بلا معنى محمود بيعزف لما بيقرأ بيعطيك سيمفونية جميلة أغنية منسقة وأغنية فيها العروض جميل الصوت جميل المحتوى جميل أذكر عمل فيه مألب هذا المألب ما بنسهوش في حفلة وقيمة إلي زي اللي بنسميها جود باي بارتي حفلة وداعية بيجي مسينجر زميل إنجليزي ما بيلفظش اسم محمود المسلمي كويس قال لي ما مود بالدياق فأقول له قال لي في الأستوديو رحت وفاتح الفيدر على القاهرة وبيفاجئني بصوت الموسيقار الكبير عمار الشريعي فأعملنا حوار ثلاثي أنا الحوار الثلاثي نزلته في كتابي اللي صدر من مدة جديدة مش عاوز أروج الكتاب أنا بس يعني هي فرصة أني أترحم على صديقي وحبيبي وزميلي الصوت المثقف محمود المسلمي يعني أنا تركت المجال لكم جميعا لكن أنا أيضا لي ذكريات مع الأستاذ محمود المسلمي أستاذي ومعلمي أنا أستاذي قبل حتى أن أكون في البي بي سي عندما كنت أستمع إلى راديو البي بي سي في السيني اليفاع وكان صوته دائما يرفقني ثم لاحقا في مرحلة لاحقة ذهبت وقلت له هذا الكلام في لقاء الأجيال اللقاء الذي سجلناه بعد إغلاق إداعة بي بي سي مباشرة مع زميلة كريمة كواح وكان معنا في الستوديو مع الأستاذة عزة زفتاوي واللفيف من أفراد وأعضاء البي بي سي الفريق الإداعي تحديدا فقلت له أن عندما بدأت أعملا في سينية الجامعة الأولى كنت أعمل لدى رسام وكان يغني كان مطربا أيضا ودائما يفتح الراديو على إداعة بي بي سي كل ما خرجت نشرة فيها محمود المسلمي أو علي أسعد يقول اسمع الغناء هذا غناء هذا غناء وعلقت هذه في ديني أنا كنت أستمع إلى البي بي سي لكن الآن استمعت إليها بأذن هذا الفنان ولاحقا عندما دخلت إلى الإداعة السورية كنت أتحدث أنا وبعض زملاء ممن لاحقا أصبحوا في البي بي سي أيضا عن حبنا لهذه المدرسة التي شكلها الأستاذ محمود وزملائه أيضا من المذيعين وفي النهاية عندما انضممت إلى البي بي سي أذكر أن عندما رأيته طرته فرحا وكنا بجانب المطبخ المشترك للأقسام كنت أقدم برنامج بي بي سي أكسترا فذهبت إليه وقلت عرفته بنفسي فقال لي بالمصرية العامية قال لي إذا أنا أقول مين الوده أول ما سمعتك مين الوده ذكرته بهذه القصة ويعني احتظنني في آخر يوم بعد أغلاق الإداعة هو فعلا معلم كبير يعني ربما عندما يعني يأتي على ذكر محمود يعني تقول فعلا كان هينا لينا قريبا من الناس صحيح هذا أصدق ما قيل فيه أنا فخور بفريق إكسترا أستاذ محروف أستاذ أستاذ المعلم معلم دازيان فخور بفريق إكسترا الإذاعة ستظل في القلب هذا ختام حلقتنا الخاصة من بودكاست تستحق الانتباه والتي خصصناها للحديث عن الراحل الكبير الزميل الإذاعي محمود المسلمي أحد أعمدة إذاعة بي بي سي والذي رحل عن دنيانا اليوم شكرا الأستاذ صفاء فيصل والأستاذ عبدالسليمان والأستاذ خليل الفهمي لوجودهم معنا في حلقة اليوم من بودكاست يستحق الانتباه أعدت حلقة اليوم ميس باقي بمساعدة زياد غندور أخرجها بول بايرت وأشرفت عليها في إدارة التحرير كريمة كواح وكنت معكم مقدما محمود الشيخ بودكاست يستحق الانتباه بإمكانكم أن تستمعوا إليه على منصات البودكاست المفضلة لديكم شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون وعلقوا عليها وقولوا لأصدقائكم إن هذا البودكاست يستحق الانتباه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر